بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإخواني أخواتي متابعي قناة براميديكال لزال واليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم موضوع جديد كنا قد تأخرنا في نشره وتمنى أن تعذرون ألا وهو لدوسي ميديكال أو الملف الطبي وقبل ما نبدأ ولا تنسوا متابعتنا على القناة الثانية تحت شعار معا لنشر ثقافة طبية وتلقوا الرابطها في صندوق الوصف الملف الطبي هو مجموعة من الوثائق تحتوي على كل ما يشير إلى الحالة الصحية لشخص ما منذ الميلاد وإعداد مثل هذا الملف مهم جدا خاصة في الدول النامية وفي سياق متصل تضح أن هذا الملف له أهمية كبيرة لا يعيها الكثيرون فهو كالحافظة التي تحفظ بداخلها كل شيء عن الحالة الصحية للمريض ولأن النسيان وارد فيصبح الملف ذاكرة طبية متنقلة للمريض وتساعد في تاريخ المرضى دون جهد وعلى وصف العلاج والدواء المناسب للحالة التي يعانيها في أي مرحلة أو سن دون أن يكون هناك تضارب بينها وبين أدوية أو أمراض مزمنة يعانيها وهو ما قد يضر بسحاته وقد وجب تكوين الملف الطبي على كل من عانى أو يعاني من مرض مزمن كل من عانى أو من مرض أو شفى منه كل من أجرى جراحة كل من عانى عدوى قديمة خاطرة وكل من يتعاطى دواء بشكل مستمر كما وجب على الملف الطبي أن يحتوي على عدة وثائق وأوراق من بينها التحاليل والأشعة الخاصة بالمريض منذ ولادته حيث تحضره الأم أو الزوجة وحتى يكتمل ويصبح قادرا على استكماله وأيضا يجب على كل مريض أن يطالب كل مشفى أو مركز طبي أو حتى عيادة خاصة أو مخبر تحاليل أو مستشفى حكومي بالحصول على نسخة من فعوصاته وتحاليله وتطعيماته وأشعاته وألا يفريط في هذا الحق مهما كانت الحالة لا تستدعى أما بالنسبة لمحتوى الملف الطبي أو مكونات سنتطرق لها في الدرس فيما بعد Définition du dossier médical C'est un document inique et individualisé يعني هو موثيقة فاردية وشخصية C'est une mémoire qui regroupe l'ensemble des informations concernant le patient chimique, biologique, diagnostique et thérapeutique d'un malade يعني أيضا قال لك هو ذاكرة تجمع كل المعلومات المتعلقة بالمريض سواء كيميائية, بيولوجية, تشخيصية أو علاجية للمريض إلى l'aspect preventive, curative, educative, relationnel du soin Il comport un projet de soin qui devient être établi avec le person soigné يعني قال لك الملف الطبي يحتوي على الجانب الوقائي والعلاجي بالدراسة لحالة المريض والتشخيص للرعاية ويتضمن خطة الرعاية يتم إنشاؤها مع الشخص المعالج الآن نذهب إلى مكونات الملف الطبي sur la composition du dossier médical أولا نجد بيلان بيولوجيك أو ما يعرف بالتقييم البيولوجي نلقوا فيه عدة تحاليل كيف لا لا فعناس كيف اليونوغرام كيف بياس كيف تي جي اتستيغا ثانيا نجد بيلان راديولوجيك أو ما يعرف بالتقييم الإشعاعي نلقوا فيه ال osg لهو تخطيط القلب نلقوا فيه راديوتراسيك لهو التصوير الإشعاعي للصدر نلقوا فيه سكانر ما كانش لي ما يارفوش هدا ونلقوا فيه ليكوغرافي لهو التصوير بالتصدية التصوير الإشعاعي بالتصدية نروه ثالثا نجد لهم التقارير الطبية واخيرا نجد لاتر دوغيان تاسيون يعني توجيح حالة المريض نذهب الآن إلى عنوان آخر لهو الهدف من الملف الطبي سيلي بيت دان دوسير مدكال الملف الطبي لدي ثلاثة هداف أساسية لهوما إدوكاتيف تعليمي كوراتيف علاجي وبيونتف ويقاعي نروه الآخر عنوان لهوى لديفهران دوسير مدكال يعني يوجد خمس протокولات لبروتوكول الأول لهوى لبروتوكول نوميناتف إلي إتابل سبيسيفكم موقع أمسيان لانتسيبي لسيبي 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 يني تمي شيء أو خيسي سنل المرض لتوقي لإجراعت وتغيورات في الحالة الصحية للمرد البروتوكول ثاني يكون البروتوكول درجانس سيطان م jeito لسيطان دي سيطان وو لبروتوكول درجانسي وعا ادسسل يعد يدرجانس يني هو البروتوكول صال في الحالات لتيأخوا في التشخيس امرا حيويا وملتزما حيث يتعين على الممرض نظرا لكفاءات اكتشاف وتقييم درجة التوارئ. نروح البروتوكول الثالث لي هو بروتوكول دي سواء دوني سيرفيس. سيتوليزي ييلابغي دوني سيرفيس لين دي سيتياشن دي سواء فريقاما ورنكونتري. يعني يتم استخدام وتطوير روابط حالات الرئاية. التي يتم مواجهتها بشكل متكرر داخل كل مصلحة. البروتوكول الرابع لي هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الماريز. البروتوكول الخامس. وهو البروتوكول غيروان دي غالب خفر. سواء دي بروتوكول دي سواء. بالإجزملي بانسمن لكي سواء إدوكاتي فريفنسان سيرويانس إيجياني. دي بريباراتي دي مالات بو انشير جي. يعني غالك تن درجة بروتوكولات. العلاج دمنا التضمين. الاستقبال والرعاية التربوية. الوقاية والمراقبة. النظافة وتجهيز الماريز للجراحة. انتهى الدرس. شكرا على حسن المتابعة. اتمنى انكم استفدتم من الدرس. ولا تنسوا متابعتنا على حساب الانستغرام. تلقاه الرابط في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة